اشتركوا في القناة ان مملكة البحرين ستظل ابدا الدهر على موقفها الثابت والراسخ في الوقوف صفا واحدا الى جانب الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية في مواجهة الحملة الاعلامية المغرضة ضدها وفي كل ما تتخذه من اجراءات لحفظ امنها واستقرارها وسيادتها الوطنية في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الاسعود عاهد المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز الاسعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله وشدد سعادة وزير الشؤون الاعلام على ان المحاولات اليائسة للنيل من المكانة الرفيعة والدور الريادي للشقيقة الكبرى كقبلة للعالمين العربي والاسلامي وركيزة لتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة محكوم عليها بالفشل الذريع في ظل التفاف الشعب السعودي الواعي حول قيادته الحكيمة ودفاعه عن مقدرات وطنه العزيز على قلوبنا جميعا مشيرا سعادته الى ان ما تتبناه المملكة الشقيقة من سياسات اعلامية متزنة تروج للخير والسلام وتنبذ التطرف والارهاب يجعلها عصية على تلك المحاولات المغرضة كما اشار وزير الشؤون الاعلام الى ان ما تتعرض له المملكة الشقيقة من حملات اعلامية مشبوهة من جهات اقليمية تجلت دوافعها ومآربها واتخذت من التطرف الفكري والفوضى الاعلامية اساسا لعملها يثبت بما لا يدعو مجالا للشك ان السعودية تسير على طريق الحق دفاعا عن الدين وحفاظا على مقدرات ومكتسبات الامتين العربية والاسلامية من قوى الشر والتطرف مشددا سعادته على ان البحرين لانتحيد عن اجتماع القلوب والمواقف بين البلدين الشقيقين في مختلف الظروف مصداقا لدعوة المغفور له باذن الله جلالة الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود في اخر زيارة له الى البحرين حين قال ان القلوب مجتمعة الى يوم الدين وتم خلال اللقاء بحث اوجه التعاون المشترك في المجال الاعلامي ومناقشة التطورات على الساحتين الاقليمية والدولية وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الاعلام والاتصال بين المملكتين الشقيقتين